مصر قوية زي ما قلت لكم بشبابها ليه؟ لأننا حنائس معاكم دلوقتي ونتطمن على الملف اللي حيتم منقشته في الحوار الوطني بإذن الله الخاص بالشباب. الشباب المصري محتاج بجد أنه تتسمع كلمته وأنه يبقى موجود لأنه هو فاعل وداعم لبلدنا دي وهو اللي حيبنيها النائب أحمد فاتحي مقرر لجلة الشباب بالحوار الوطني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيشرفني في التاسعة. خليني أراحب بيه ونبدأ الحوار مسائل خير على حضرتك. مسائل فل على حضرتك وبتشرف وجودي مع حضرتك ومع السيدة مشاهدين طبعا. طيب إحنا دلوقتي بنتكلم عن الشباب والشباب خلينا نقول أنه يعني ندي حق للدولة بأنه فيه إنصاف بدأ فيه عين للشباب فيه مؤتمرات للشباب. فيه اهتمام للشباب. قيادة السياسية مهتمة جدا بالشباب. طول الوقت بنشوف سيد الرئيس داعم جدا للشباب بشكل كبير لكن كمان الشباب عندهم طمع بلدهم عايزين يبنوها الخطوات اللي حنشوفها في ملف الحوار الوطن. الجديد بشكريك طبعا حيك في البداية واضحتي إن فيه خطوات مهمة جدا الدولة اتخذتها بخصوص ملف الشباب من مؤتمرات الشباب منتدى الشباب العالم لأكدامية الوطنية للتدريب تنسيقية شباب الأعزاب والسياسين لما نزلنا كلمنا مع الشباب في المدارس وفي الجماعات وعلى الأهاوي وفي الكرة وفي النجوع. نعايزه لوحيك من شهر 9 اللي فات لحد من ثلاثة أيام. إحنا ما زلنا بنلف عشان خاطر نقول للناس أنتم محتاجين إيه من لجنة الشباب داخل الحوار الوطني. لما كنا بنقول لهم إن فيه خطوات مهمة اتخذت الدولة خادتها. كانوا دايما يقولون لنا يعني إحنا لو قلنا صوتنا سوتنا هيتسمع. لو قلنا طلباتنا طلبات متاعتنا هيتتنفذ. فأنهم بالتأكيد آه عشان إحنا كنا برضو زي حضراتكم كنا بنطالب الدولة إن يبقى فيه كيان سياسي محترم يخدم أكبر عدد ممكن من الشباب. وده خاصة من قبل التنسيقية شباب العزيزي والسياسيين. كيان يدرب أكبر عدد ممكن من الشباب. حاصة من الأكاديمية الوطنية للتدريب. فالمقصود إن إحنا زي ما حاك قلت الشباب محتاجة أكتر وأكتر. طب إيه من اللي محتاجينه؟ لو إحنا عايزين نبنى الكيادات الشبابية للدولة المصرية تخدم المجال السياسي أو المجال المجتمعي. لازم نهتم بملف اتحادات الطلبة والأنشطة الطلبية. وده بيتم منقشته داخل لجنة الشباب بالحوار الوطني. سمعنا أفكار محترمة جدا. يعني خليني أقول أنه مثلا عنوان بأنه ملف الشباب في الحوار الوطني ربما يعود قوة اتحادات الطلبة. هو مش ربما. هو هيعود. هيعود. طبعا. تمام. فيش فيها كلام. تمام. عشان الطموحات والأفكار اللي اسمعناها عايز أقول له حقيقة لازم تتنفذ العودة. عارف لي بقول لحضرتك. لأنه الجيل اللي موجود ده بيشوف اتحاد الطلبة في السينما. صح. في الأفلام. صح. فأنا عايزيني أشوفها في الجامعة. صح. هي متنفذة جزء بسيط جدا. احنا شفنا قيادات شبابية على مستوى الجامعات مصر فيهم حاجات. ما شاء الله ربنا يوفقهم في الفترة القادمة. بس كان ليهم مطالب. يعني أول مطالب بيقوله احنا محتاجين تبقى انتخابات حقيقية فعلية. في السحادة طبعا. الناس كل واحد يقدم برنامج انتخابي. والشباب كلها تروح تنتخي المجموعة المحترمة اللي نزدت ببرنامج انتخابي يفيد الشباب. بس عشان نوصل للمرحلة دي احنا عايزين نرجع لمرحلة قبلها. فكرة اللي هي الموجودة في الليحة الجامعات لـ 2019. تمام. الليحة عندنا لوحك قريتي السبع لجان اللي مفروض بيخدموا الجامعات مصر والشباب مصر. عمرنا معنا عرف مطالب قيادات شبابية. لا والسبع لجان فضلت زي ما هي. والليحة فضلت زي ما هي. والليحة من سنة كم؟ هي كانت 2017 واتغيرت في 2019 للبند المالي فقط لغير. بس الليجان هي هي. وحتى عايز اقول لحك لو قريتي المهام الوظيفية لكل لجنة دي ملاش اي علاقة ولا اي صلة باللي بيحصل من الوزرات المعنية. إذن عندكم مهام صعبة. طبعا. عندك مهام تغيير الليحة. طبعا. وايضا انه الشبابي بعندهم ثقة باتحادات وانتخابات حقيقية. طبعا. انا عايز اقول لحك والموضوع بسيط. انت لو حكس معي الشباب وده فخامة الرئيس محتاجه على فكرة. لما كان بيتكلم عن ملف الوعي فخامة الرئيس دايما. كان بيقول احنا بنعمل انجازات محترمة للدولة مصرية. بس هل شبابنا عارف الانجازات دي؟ صحيح. طيب السؤال الاهم بقى. الشباب ازاي هيعرف هل من خلال برنامج حضرتك او برامج تانية؟ لا ما بيشوفوش درامج تانية. كل يوم انتو حاكم بتحكوا كل يوم انجازات الدولة بيحصل فيها. بس الشباب محتاج يبقى فيها همزة وصلة ما بينه وما بين الحكومة. هتيجي من اتحادات الطلبة. لو غيرنا مسامة اللجان زائد المهام الوظفية وتبقى تابعة لكل وزارة بمعنى اضاك وزارة الثقافة تبقى عارفة يعني ايه اللي بتعمله اللجنة الثقافية. وزارة التضامن الاجتماعي. احنا عندنا مسامة اسمها اللجنة الاجتماعية. تبقى اسمها اللجنة التضامن الاجتماعي. وزارة الشباب تبقى عارفة اللجنة الشباب بتعمل ايه. اللجندي كلها في الاول وفي الاخر هي يعني نقدر نغير ونقدر نغير المهام الوظفية. عشان اقدر اقول للشباب شوفوا برامج الحكومة. ونقول للحكومة شوفي برامج الشباب على ارض الواقع عاملة ازاي. تمام. دي نقطة اهمة جدا يعني انها تتم. بس معاها الانشطة الطلبية. عشان لما نشوفنا انشطة طلبية بتتكلم فيه. ديني امثلة زي. انا عايز اقول لحيك فيه شباب بتتكلم عن التصنيع. فلقون لقينا شباب بتتكلم عن تصنيع عربيات والعجل والغواصات. ونطخات سحاب. شباب تاني بيتكلم عن ملف البيئي. شباب تاني بيتكلم عن نمازج المحاكاية. شباب تاني بيوفر فرص عامل لزميل وداخل الجامعة. كل الانشطة الطلبية دي. اعايز اقول لحيك دايما ان احنا في وادي. والدولة المصرية. والشباب اللي بيعملو داخل الجامعات. هنا هنا عيحصل عملية الوعي. مع ان برضو خلينا ندي الحق احيانا للدولة المصرية. لما بنشوف. يعني دايما اتابع تحديدا كلية هندسة جامعة الانشمس. عندهم مجهود كبير جدا في الانشطة. وبيعملوا حاجات تقنية عالية. وانسان قلي صغير. يعني عندهم مجهود. ولكن احنا عايزين كل الجامعات تاخد حقها. انا بتشرف ان انا مؤسس احدى مؤسسة المجتمع المدني في مصر. واحنا الوحادين المؤسسة اللي عاملة اكبر منصة بتجمع كل الانشطة الطلبية على مستوى جامعة مصر. فانت هنا بتكلمني عن تحاد طلبة وانشطة وانشطة. مش طالعين دايما نطلع نقول عن انجازات. ان المجتمع المدني بيعمل ايه. احنا دايما نقول ان في مشكلة في التحادة الطلبة. وفي مشاكلة في الانشطة الطلبية. لازم ننقشها في الحوار الوطني عشان نقدر نحل الموضوع ده. لو فضلت اقول ان في الجامعة بتعمل وجامعة تانية ما بتعملش. يبقى مع احترامك كامل التصنيف هيبقى غالب. لكن احنا نقول ان في مشكلة فعلية. صح. ان في دعم مادي الشباب محتاجينه. لازم يتنفذ من قبل الجامعة. في تصليل دوق اعلامي لازم يتم خلال الفترة الجاي عليهم. في الا اكتر من ده تغيير اللايحة. والتغيير اللايحة تبقى تتحول كمان لقانون. من النهاردة وزير جيه. قدر يغير في اللايحة. وممكن وزير بعده يغير في اللايحة. وتبقى ما عملناش حاجة في حوار الوطني. ونعمل اللايحة. يعني مش كل واحد يجي يغيرها. طبعا. ففي مشروع قانون مخترم. على نظام واحد. هيتقدم للسلطة التشريعية خلال الفترة الجاي. فإذا احنا بنكلم على اتحاد طلبة في الجامعة. بنكلم على انشطة طلبية. هتخليني اقول يا ريتني ارجع على الجامعة تاني. بقى نلحق سوية. كان نفسي قابقى موجودة في تحاد طلبة مرة. بس ما كانش موجود وقتي لسه في تحاد طلبة. طيب. أو ما كانش يعني كانت توقف. ما كانش فعالة. طيب. شي مهم جدا برضو. أنا عايزة أسألك هنا. مشاركة الشباب السياسية. اللي بيسألوا عنها كتير. طبعا. وضعها ايه. احنا بعد المحور اللي هنتكلم فيه. بالنسبة لانشطة الطلبية واتحاد طلبة. هنتكلم الجلسة اللي بعدها على طول عن التمكين السياسي للشباب. عشان نقدر نربط الاتنين من بعض. صح. التمكين السياسي للشباب كانت أول مطلب للشباب. ان بيقولوهن. وكانت أغلبية الكوة السياسية كانت بالطالب. ان خروج الشباب اللي منجود على الحبس الاحتياطي. وبالفعل. يعني طبعا بشكرهم الأمانة الفنية. ومجلس المنائي الحوار الوطني. وكمان معاهم مجموعة محترمة وزميلة. اللي اشتغلوا على فكرة ان هنوصل صوت حضراتكم للحوار الوطني. وخرج بالفعل ألف وربمائة شاب خلال الفترة اللي فاتت. وكمان هيخرج المزيد. بس احنا في اللجنة هندرس ماذا بعد الخروج. فكرة عملية الدمج عشان خاطر. اللي خرج ده ومع لهوش حاجة بزيد بطولة. بالضبط. يعني لجلة العفو الرئاسي عملت تطورها. فممكن هيشتغل ايه؟ بس هيشتغل ايه؟ ده لسه شاب وأسرته اتأثرت بالفعل بالموقف اللي حصل. مين الكيان السياسي هالأعزاب ولا مين الكيان السياسي العامل عملية الدمج؟ ايو عشان انا مش عايزة كيان تاني ياخده. بالضبط. او حد تاني يرجع يقوله انت تعبت بقى. او عملوا فيك وبتاعت علالنا بقى. طبعا. فاحنا عايزين يلحق الشاب ده يرجع بقى الحضننا تاني. طبعا. وهيحصل ان شاء الله ان كيان لازم يضم الشباب. او لو الشباب عايزة ترجع تاني الاعزاب كانوا هم مشاركين فيها ويبتدي عملية الدمج تاني وعملية التأهيل. وعملية اننا يبقى لها حق وصوت اننا لو انظر اخوض بمعركة انتخابات محليات او مجلس نواب او الشيوخ خلال الفترة القادمة. يبقى ده حق مشروع لي. الجانب التاني شباب كانت بتبعت لنا ورق يقول لنا احنا عايزين تفعيل الحياة السياسية اكتر من كده. لما كنا نتكلم عن تجربة مهمة جدا هي تجربة التانسكير الشباب العزاب والسياسين هي عايزة يقول لها حقيقة هي صورة مصغرة من اللي بيحصل في الحوار الوطني. صح. كانت الناس تقول مستحيل ان الحوار الوطني ينجح ويبقى ليه اثروا عشان خاطر انت هتجمع زي ايدولوجيات مختلفة او اعزاب مختلفة. كنا بنقول لهم التجربة نكحت من 2018. صح. احنا جمعنا 26 حزب سياسي ده نجمع اكتر من 300 شد سياسي. حاجات كتير جدا بتحلوا حاجات كتير جدا. احنا بالنسبة للتنسيقية بنقول اهلا وسهلا باب التنسيقية مفتوح للجميع. عشان خاطر نقدر نعمل عملية التدريب والتأهير وعملية الدمج فحفتحين باب التنسيقية للجميع. بس الجميع بمعنى ان هو فعلا عايز يمارس الحياة السياسية بجد. عنده رؤية بجد. عنده اوراق سياسات يقدر يقدمها. عنده طموح سياسي كانتخابات تقدر التنسيقات دعمه. كل دوت امر مفروغ منه. وعنده وضوح في الرؤية. بقوة بالضبط. السؤال للناس دايما. احنا ليه متخوفين من مشاركة الشباب. يعني ليه دايما فيه الخوف ان الشباب يدخلوا السياسة. لو انا بتكلم بصوت المجتمع بعد التجارب اللي عشناها والارهاب والسنوات. والشباب تظلمت وشباب يعني تم كده الشغل على عقولها بطريقة غلط. لكن لما الصورة وضحت والدولة قامت وتعافت الحمد لله. هقدر برضو افرز ازاي دلوقتي. يعني او هشجع يعني هعمل سياسة. لكن هاخد بالي برضو انه فيه عناصر برضو هتفضل تشتغل زي ما هي. ما هي مش هتموت ابدا. هفرز ده ازاي. يعني كانوا بيقلقوا من اتحاد الطلبة انه يدخل في السياسة. كانوا بيقلقوا من الانشطة بتوقفها السياسة. انا هقدر انا بقيت اقوى. وقضيت على ارهاب. وبقى مفاهيمي اقوى. هقدر اضمن ازاي للشاب الحر الوطني المسؤول. يشارك بشكل حقيقي من غير الشاب التاني اللي هيفضل يلف حواليه. مع اتحاد الطلبة وانشطة الطلبية عندنا حاجة مهمة اسمها نمازج المحاكاة. نمازج المحاكاة بتطلع كوادر محترمة جدا. سواء لمجلسين نوابق الشيوخ. او حتى للسادة مجلس الوزراء. دعمين نموذج محاكاة لمجلس الوزراء. وطبعا للاتحاد الاوروبي وما شابه ذلك من الدول الاوروبية. السؤال هنا مين اللي بيدرب. هيقول للشباب ايه. لعملية الامن اللي موجودة داخل الجامعة هي تحترم جدا. بس لما يوضح للامن ان امن الجامعة ان فيه كيان سياسي. سواء تنسقية شباب الاعزاب والسياسيين او اعزاب اخرى. بتقول للشباب احنا جايين نشتغل في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هو امن الجامعة محتاج يأمن كل حاجة في الجامعة. وده شيء يحترم. بس بجانب ده الالغاء مش صح. ان انا كل مرة اقعد الغية من اجل ان انا احمي ولادنا. ولادنا جهات اخرى هتستقطبهم سواء منظمات دولية او ما شابها ذلك. ويبقى احنا ما عملناش حالة. ودائما كانت حتى الشباب بتقول فين الوزارة المعنية بمشاكلنا. وتشرف على كل حاجة تخص الشباب. وجمت من هنا لما كنا منتكلم عن الملف الرياضي وهفتحه مع حاجة دلوقتي. وده حلقة وجلسة مهمة جدا. شبابنا اللي كان بي. وحصلت اليومين اللي فاتوا. وحتى في خامة الرئيس اعلن ان الاكاديمية الوطنية. طبعا. الشاب بتاع المسارع. طبعا. تقول لي الموهوبين كلهم شواء هو او غيرهم. بلد. الاكاديمية التدريب. بلدنا تحت امر حضراتكم هتدعمكم في كل الملفات. كان هنا مطلب رئيسي للشباب بعملية الفصل ما بين وزارة الشباب عن الرياضة. ان الموضوع كله مش رايح للرياضة فقط لغير. لا احنا عندنا لو حاجة بتكلمي عن تأهيل سياسي او تأهيل مجتمعي. انا بتكلم عن تأهيل وكمان فكرة ان انا اقامن بالاختلاف. ما. عشان اقامن بالاختلاف. احنا عندنا ايديولوجيات مختلفة. ممكن بقسوط عالي ومختلف لكن استوعبه. والله انا اقول له حقيقة المواطن المصري مش بيؤمن بانهي ايدولوجي. هو المواطن المصري محتاج من التنفيذي او التشريعي. هو يكون متخص لقرار. محتاج يكون صاحب رؤية. محتاج ان هو يكون بيتعاون مع الناس. يقدر يوصل فكرته ورؤيته للمواطنين. هذا اللي مواطن المصري محتاجه. لكن كل الايدولوجيات كلها تحترم. واحنا بندرسها وبنتعلمها في التنسائية. وبنوصلها للسادة المواطنين. طيب انا هاخد الجملة دي في فصل. طبعا. وهرجع لك تاني المواطن المصري محتاج بجد لما حد يكون في مجال التنفيذ ينفذ الشغل. طبعا. ولما حد يكون في مكان التشريعي يبقى عنده من القوة والمنطق. انه يقوم بالتشريع. صحيح. وهنا انا اقدر اامن واقول انا فعلا انتخابت فلان. صحيح. وانا اثق في فلان. كلام كتير جدا عن الشباب. وحقيقي نفسي ان ينتصر. وانا انتصر للشباب في هذه الدولة الجملة. ايحسن. نعود بعد فصل قصير في الحوار الوطني. المقدم من خلال ملف الشباب بإذن الله. فصل قصير. حرسين جدا في التسعة ان احنا ننقل لحضراتكم فكر ما يحدث في الحوار الوطني. لانه فيه ناس تقولك الحوار الوطني. ناس بقى بتقول تتكلم. وكده لا. لا. فيه مناقشات حقيقية. ومهمة جدا. وانا حاسة بانه فكرة ان احنا بنتناقش وكلمة الحوار. معناها هتخد رأي ورأي. يعني هنوصل لحاجة. لازم هنوصل لحاجة. بكمل كلامي عن ملف مهم جدا. ملف الشباب مع النائب احمد فتحي. مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني. وعضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الاحزاب والسياسيين. مرحب بك مرة تانية. احنا هنفتح ملف مهم جدا في ملف الرياضة. هي عودة الجمهور للستات. وعودة الجمهور للستات ده. انا عايز اقول حاجة سمعنا كمية افكار محترمة جدا. وكلها قابلة للتنفيذ. طب لما نوصل التوصيات اللي الشباب عايز اتقولها اسوأ في المجال الرياضي او في المجالات التانية لفخامة الرئيس. وفخامة الرئيس يبتدي يعلن عن التوصيات دي خلال الفترة الجاية. هنخلق نوع مهم جدا من نوع اسمه الولاء للدولة المصرية. انا عايز اقول لحاجة في ملف اخر لازم برضو اتكلم عنه عشان ده اللي هنبدأ طبعا. ده اللي هنبدأ فيه جلستنا يوم تمانية ستة ان شاء الله. اولى جلسات لجنة طبعا. ليه مهم عشان خاطر احنا سمعنا صوت كان شباب بيشتغل وفتح شركته هنا. وسبها وراح فتح في دول عربية تانية عشان اديت له مزايا مش موجودة هنا في مصر. ولما سألنا على المميزات عايز اقول لحاجة لا احنا بقدينا وبإمكاننا ان احنا نفتح. لما سألته بتقفين. الرقم واحد البيروكراطية اللي موجودة عشان خاطر الشاب اللي عايز يفتح شركته هوتايه ما بين الوزارات. مش عارف يروح لوزارة الاتصالات ولا وزارة الشباب ولا وزارة التضامن. عايز يروح انهي وزارة عشان يقدر يعمل الموضوع. بسرعة انا سمعت خلال الفترة اللي فاتت ان نهاية الاستثمار بتحاول تضم اكبر عدم ممكن من رواد الاعمال عشان يشتغلوا على فكرة الشباك الواحد. ان هما يكونوا دعمين للفكرة ده. ده حاجة محترمة جدا ودي هتطلع توصية من الحوار الوطني عشان نشوف هال الناس دي فعلا هتطبق اكلام ده ولا لا. ولازم يطبقوه عشان شبابنا اللي جاء احنا بنقوله ان في حاجة اسمها حوار وطني. وبقوله تعال اقول لي اللي انت عندك في مشاكل من ضرائب من التأمينات من الحاجات دي كلها. طبعا لانه الشاب كمان اللي هما ستارتاب كامباني والشركات الصغيرة اللي بتبدأ عنده هدوب شوية فلوس صغيرة بيعمل بيها مشروع. وعنده امل وعايز يفرح وعايزي بقى عنده عيلة وعايزي بقى عنده حاجة سميتك عن العربيات المتنقلة. وعايزي بقى رجل اعمال بس وبدأ صغير. العربيات الطعام المتنقلة. كانوا شغلين شغول محترم جدا. لما الدولة في خلال الفترة اللي فاتت احدى الوزارات دخلت معاهم في المشروع وعملوا شارع اسمه الشارع 306. طبعا طبعا. ده فشل فشل زريع. طبعا. ولما سألنا الشباب ايه اسباب فشل المشروع. هكونوا واحد اتنين تلاتة اللي هنقشوا في اللجنة يوم الخميس الجاي. عشان ما يكررش الموضوع. طبعا. وبقى الشباب يحراموا واقفين في الشوارع الرئيسية بالعربيات الصغيرة. وهذه الحاجة كانوا نكهين لما كانوا واقفين في الشارع لوحدهم. لوحدهم. طبعا. خد بالك انت عندك شعب كمان لطيف جدا. الشعب بيحس بالشباب. طبعا. يعني هتلاقيه لا تعالى عند الولد ده ناخد كوباية قهوة منه. وبيحقها حاجات كويسة صح. طيب فإذا انت عندك ريادة اللي عملت هي هتبقى حوار قوي جدا. واتمنى توصياتها توصل على طول على البرلمان. على البرلمان على طول. ملفات التانية وبتشرف ان الاشخاص زاوي الاعاقة موجودين في كل الملفات. وده اسعدني يمكن لما سألتك برا الهواء. يعني اذا خلينا نقول زاوي الهمم او الاعاقة او قادرون يعني اهلنا وشبابنا موجودين. لان هما مندمجين خلاص في المجتمع. فهما موجودين طول الوقت. فعندهم مشروعات حايلة. افكار محترمة جدا. انا كنت لسه قاعد مع المتحدث الرسمي باسم الاشخاص زاوي الاعاقة في جامعة الكاهرة. شاب باسمه عمر. حاجة اكتر من رائعة. انا عايز اقولك في الرياضة وانت بتتكلم. بيجيبوا لنا مدليات يعني. كتيرة جدا. كتيرة جدا. كتيرة جدا. البرلمان بيعملوا شغل رائع وحاجة مشرفة يعني. شغل اكتر مرة. بس برضو مازالت الموضوع عندهم تحديات كتيرة جدا في كارت الخدمات المتكاملة. ايه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية. طرق. طبعا. يعني مثلا حد والدته بيتكلم عن الجامعة ما بين المعاشين. برضو هنتكلم عن الملفات دي كلها. احنا عايزين نطلع من الحوار الوطني. ان احنا عندنا 113 ملف. عندك 113 ملف في الحوار الوطني. بل الزبط. اتحديات اللي انت جاهز لها. احنا عايز اقول حاجة بشكر كل زمالي اللي موجودين في 19 لجنة مقررين ومقررين مساعدين. ان احنا كلنا بنذكر. يعني قبل ما نخش الحوار الوطني. كان ساتم الشهر محمود بي فوزي. امين الرئيس الأمانة الفنية. المنصر قلعي. المنصر قلعي. الاستاذ دياء رشوان. الاتنين قالوا ان كل واحد قبل ما يخش الحوار الوطني. لازم يكون مذكر ملفه كويس جدا. مذكروا ازاي بقى. ايه القوانين اللي يكون متعلقة بكل ملف. يعني مثلا انا بتكلم عن رياضة الاعمال. يبقى لازم اعرف كل ما. قد بالك انه احيانا القانون بيبقى كويس. بس الاجراءات عايزة تتغير. اثر والتشريع. احنا دايما نقول قياس الاثر التشريعي. ممكن تقول يبقى القانون ولكن تغيير في الاجراءات. طبعا. يعني احنا عندنا مثلا قانون رقم عشر لسنة 2018 الاشخاص زويل العاقة. قانون عاير وفيه اشادة دولية بالقانون. بس في بعض المواد لما تشوفي اثارها التشريع عامل ازاي على عرض الواقع. لا فيها لسه ما زالت هناك مشاكل. عرفناها منين من الحوار الوطني. هنبتدي احنا كلاج من التضامن في مجلس النواب نشتغل عليها. عشان نرضي المواطن ونقوله ان الحوار الوطني. فعلا بقى عنده يعني زيان يقول الحقيقة كده اتى بثماره. امرنا ما هيحصل ده الا لما نقول للناس توصياتنا عبارة عن ايه. وهيزيقول لحضرتك في المية و 13 ملف احنا اتشرفنا ان احنا حضرنا الاسبوعين اللي فاتوا. وكلها كانت مواضيع فعلا كانت في غاية الاهمية. وكان مطلب رئيسي لكل الكوى السياسية. ممثلة في كل الاعزاب. وايضا كل المجتمع المدني. وكمان اللي بيقدموا توصيات. بنقول لهم بعد اذن حضراتكم احنا مش جايين نتكلام عن انجازات دولة مشرية. انت اعرف الانجازات وصلت لين. وتعالى بتوصيات جديدة عشان نكمل على الانجازات دي. فلما حد يقول بالاربع دقايق عشان نبني. يقعد يقول احنا دولة كويسة و احنا بنعمل كذا و بنعمل كذا. ده مش ده اللي احنا عايزين. ومش جايين برضو نتكلم عن مشاكل من غير حلول. يعني اللي طالع يعرض لنا ان في مشاكل في التعليم الفني. اه انا مش جاي بقى اتقى السلبية كل واحد يقول اللي هو عايزه. انا عايز ابني. في الديقتين اللي انت عايزه. عايز ابني وحل. بس في الديقتين التانية عشان كل واحد دي اربع دقايق. في الديقتين التانية تقول توصياتك عشان نقول ان احنا فعلا عندنا. طيب انا السؤال المهم لو حد دلوقتي بيسمعني حيبقى عايز يسألك نفس السؤال. طيب. مية و تلاتاشر ملف. طيب. وتحديات. التوصيات دي. اللي هي الكنز بقى. طيب. اللي هتخرجوا بيه. هتحموه ازاي؟ يعني هتفضلوا ورا فين؟ هيروح البرلمان احيانا ويروح وزارات احيانا. ويستجيب ان شاء الله سيادة الرئيس يبقى معيكم عشان هو بيزوء لنا حاجات كتير مهمة. هتحافظوا عليه ازاي؟ هي الحمد لله ان التوصيات دي راحل في خامة الرئيس. ايه. احنا مطمئنين. مطمئنين جدا. تاني حاجة دورنا في البرلمان ودور السلطة التنفيذية في مرأبة التوصيات. ودور الحوار الوطني. الحوار الوطني ما بيخلص. يعني ما فيش ان ما خلاص النهاردة احنا خلصنا التوصيات. نشوف بقى. لا يعني بعد الانتهاء من المناقشات هيبقى في دور المتابعة. طبعا. انا بس خلاص خدت خطوة في القانون. البرلمان كل الجهيات وكل السلطة التنفيذية تبتدي تشتغل. يعني انا لما يجيلي مثلا قانون الاحوال الشخصية. لما يجيلي الوصاية على المال. ما هو ده يجيلي في لجنة التضامن الاجتماعي. وانا بتشرف ان انا وكيل عن لجنة التضامن الاجتماعي عن التنسيقية. طبعا. طب ده انا بقى الحس السياسي. ومش انا بس ده جميع السادة جمالي في البرلمان. عايز اقول له حقيقة. لا ده كلهم متابعين. ان احنا احنا عايزين اكتر. طب هل احنا ما كناش بنشتغل. عشان برضو السادة المواطنية يقول لي. يعني انتو ما كنتش بتشتغلوا في البرلمان. لا بنشتغل. بس بقت فيه اضايا تانية. فيه رؤية من السادة المواطنين عن بعض المواد المنجودة في القانون. انتو قلتن عليها. وده دورنا اللي احنا نحققها لحضراتكم. ونشتغل عليها. ده ما يخص البرلمان. التنفيذية نفسها هي عايزة تقول للناس. احنا فعلا التوصيات احنا شغالين عليها. والتوصيات احنا جاينا من فخمة الرئيس. فلازم الدولة كلها بمؤسسات الدولة. بجميع الكينات السياسية. هي دي جمهورية جديدة. اتمنى. وبنوعد السادة المواطنين ان كل التوصيات اللي هتطلع هتكون قبلة للتنفيذ. وهنحققها. وهنفضل وراها عشان نطمن السادة المواطنين. ولما نتكلم معاهم الفترة الجاية تاني. يبقوا مصدقين. بالضبط. شكرا معك. انا بشكرك شكرا جزيلا. وبتمنى ان شاء الله. ملف الشباب ده ملف مهم. هو لب القضية نفسها. بشكرك شكرا جزيلا. النائب احمد فاتحي عضو لجنة الشباب بالحوار الوطني. وايضا عضو لجنة التنفيذ. بشكرك شكرا جزيلا على هذا الملف. مشاهدين وقتنا انتهى. كل اللي انا اقدر اقول لكم انه بكرة اذا زي ما بدأنا وقلنا التقس مكمل. شوية تراب. شوية عواصف. بس ان شاء الله امن وامان. هتبقوا بخير وسلامة. التاسعة مكملة معاكم. وحننقل كل الاحداث اللي حضراتكم بتبقوا عايزين تعرفوها. بإذن الله زميلتي العزيزة هدير اموزيد هتكون موجودة في التاسعة. انا حلقاكم بإذن الله في موعدي الخميس المقبل. حتى حين الموعد تصبحوا على الفخير. اشكوك. اشتركوا في القناة